بتاكتك اللي موجود فيه بطريقة لعبه بعد الاصابة الاولى واصابة محمود متولي طبعا كلنا شوف النادل اهلي كان مسيطر لكن النادل اهلي هو اللي فرض سيطرته النادل اهلي هو اللي تقدم مرة واثنين وثلاثة النادل اهلي كان ماسك نفسه بعد خروج محمود متولي لكن بعد اصابة يسر ابراهيم اعتقد ان الموضوع كان صعب جدا النادل اهلي حاول يلعب على قد اللعيبة اللي موجودة في الملعب في المراكز دي محمد هاني أكيد مش مكانه لكن أدى بشكل رائع جدا وعايز أقول لكم على الحجم همه جدا جدا اللي كان بتفرج مباري على الماتش أول لما حسين عشور كان موجود على خط التماس علشان يتم استبداله أو يتم إدخاله جوه الملعب كلنا قلنا مين هيرجع مساك كلنا قلنا أحمد فتح لي هيرجع مساك وحسين الشحات هيرجع باكرايت وعشور في نص الملعب لكن علشان أقول لكم وبين حضراتكم قدي إن الراجل ده ما بيسمعش والراجل ده عنده الملعب وهو دايما اللي بيشوف في اتنين مدربين في مدرب يشوف الأول عشان يحكم بنفسه وبعد كده لو في فرصة أنه هيسمع بيسمع في مدرب تاني ممكن يسمع الأول بس بعد ما بيسمع يشوف أنا فضل المدرب اللي بيشوف بعينيه الأول علشان ما يظلمش أي حد موجود ده اللي حصل حتى أحمد فتحي بعد المباراة سألوه أنت ليه ما لعبتش مساك مع أنك أنت أكتر واحد أو أقرب واحد في الملعب أنك لعبت الحتة دي وأن أنت بتلعب عليه على طول يعني كان الإجابة أن ميستر روني فايلر ما يعرفش أن أحمد فتحي بيلعب ميستر علشان كده رجع حمد فتحي ده سينس المدير الفني بيرجع وصف الملعب المدافع اللي مميز أكتر بدربات الرأس اللي مميز أكتر بالطول اللي مميز أكتر بالالتحامات رجعه في مركز المساك مكان ياسر إبراهيم علشان يلعب بمحمد هاني ويلعب بحمد فتحي اتنين في قلب الدفاع واحتفظ أحمد فتحي ناحية اليمين وعلي معلول ناحية الشمال وفي مصر الملعب كان موجود حسام عشور وعمر السولية ورمضان وحسين الشحات وأجايي اللي كان متقلق جدا وطبعا محمد مجدي أفشا ده كان تشكيل الناد الأهلي بعدما الاتنين قلب الدفاع اتصاب لكن زي ما بقول لحضراتكم أن احنا نتعلم درس مهمة جدا جدا الناد الأهلي وأكيد ده اللي هتكلم فيه المدير الفني أن احنا جماعة يعني أنا شايف أن المباراة كانت ممكن تخلص بنتيجة أكتر من كده ممكن تخلص بتلاتة أربعة خمسة وهنا الدرس المهم جدا جدا للعب الناد الأهلي وأتمنى أن الجهاز الفني يوصل لهم رسالة اللي احنا دايما مش يعني مش أنا بس ده كل جمهور الأهلي بيتكلم فيها أنه ما انفردش في الفوز الكبير ممكن الفوز الكبير يعني ممكن مباراة كسبانين فيها تلاتة نادي الزمالك رجع بهدف والتاني فحنا كنا قدامنا فرصة كبيرة جدا عدم الاستهطار وعدم الاستهانة بالمنافسة اللي قدامك ممكن يخليه تكسب تلاتة واربعة وخمسة وستة ليه ما تزودش عدد النتيجة النهاردة منشوسيا سيتي يكسب واطفورد تمانية صفر بعد الهدف الأول ولا التاني ما اكتفاش ولا قال لك خلاص ولا قال لك شكرا على كده بقى نرجع ونلعب اللعبة بتاعنا علشان خطر الماتش اللي جاي كل مباراة لها أحداثها وظروفها وكل مباراة لها يعني مذاقة الخاص مباراة الزمالك قمة لوحدها غير ان مباراة القمة هي مباراة سوفر غير ان هي مباراة سوفر مباراة لها معايير وحسابات كتيرة جدا 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 علشان حضرتكم الكلام اللي كان بيقال قبل البطول قبل المباراة وقبل لقب السوفر وقبل بعد انتهاء مباراة الزمالك وفيرمز في الكاس نادي الأهلي نادي كبير جدا نادي كبير مهما يحصل ومهما نشوف فرقة تانية ممكن تكون متعلقة نادي الأهلي بيجي عند البطولات وبياخدوا بيقش من الكل ممكن بطولة جل منه لكن ربنا يعني دايما بيدي المجتهد بيدي دايما بيشتغل في الملعب والعيب نادي الأهلي كل الان تشتغل عندها وروح عندها عزيمة عندها إصرار فازي ما بقول لحظاكم نادي الأهلي نادي كبير جدا 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 كسبنا الزمالك في آخر مباراة في بطولة الدوري العام كسبناهم في مباراة السوبر وان شاء الله كمان عندنا مباراة كمان أربع سبيع تقريبا أو في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز علشان قاطر نادي الأهلي يثبت للجميع أنه يعني مش بيكسب عشان خطر فريق ممكن يكون مش في مستوى أو فريق وحش أو فريق يعني فنيا لسه العناصر الجديدة كلها على بعض لأن نادي الأهلي بيكسب في أي وضع نادي الأهلي بيكسب في أي مكان تلعب سوبر في مصر تلعب سوبر في الإمارات تلعب سوبر في السعودية نادي الأهلي بيفوز في أي مكان بأي بطولة ممكن بطولة الكاس ما كانش فيه نصيب وحصل سوء توفيق وكان فيه يعني بعض الأمور الفنية اللي ما كانتش ماشي على أمر أو على الناحية الجيدة لكن نادي الأهلي دايما بيتعلم من أخطاء وبيتدارك أخطاء كويس جدا جيب مدير فني عنده فكرة راقي جدا وفكرة واقع جدا قدر ينفس ده على لعبة النادي الأهلي وعلشان كده شفنا مستوى وأنا أكيد كلنا متطمانين أن دبات الدوري أمام نادي سموح يوم الاثنين يكون فيه مستوى رائع نتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لكن يبقى الأداء والمجهود أمر خاص جدا للاعبة النادي الأهلي والجهاز الفني الجهاز الفني خلاص سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة